تعاني ليبيا من صعوبات كثيرة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب استمرار الحرب والانقسامات الحادة في البلاد التي تقود كل الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء الجهود باهية كويسة ولكن المرضى خشل البلاد قبل كان ما عندناش لكن توخش البلاد منين خش البلاد خش البلاد من الناس اللي جئونا من بره المفروض داروا لهم حضر في بلادنا هنا مش بره أقل تكاليف وأقل واحد وخلط وواجه برنامج إعادة الرعاية الليبيين العالقين في الخارج انتقادات كبيرة نظرا للخلل الذي رافق عودة أكثر من نصفهم إلى ليبيا الشهر الماضي ودخول العشرات منهم وهم يحملون الفيروس المفروض المواطن أنه يجب يتبع كل الإرشادات اللي تقدم في الدولة لأن المرض نعرفه مرض فتاك وصعب ونشوفه في العالم كله في حوالي مش أقل عن سبع مليون أو سبع مليون شوي إنما بالنسبة للهنية في ليبيا يجب الإخوة اللي يجو من بره ضروري ضروري مهما كان ضروري أنه يحجز مدة 14 اليوم قبل لا يروها لأهله هذا بالإضافة إلى المراقبة بعد كل 14 اليوم وبينما ظل الوضع في ليبيا أقرب إلى الاحتواء في ظل الإجراءات المتخذة ارتفعت المخاوف بعد تفشي الوباء على نحو مفاجئ في سبها كبرى مدن جنوب ليبيا التي تقع تحت سيطرة السلطات الموازية في شرق البلاد وبلغ عدد الإصابات في ليبيا 393 حتى اليوم بينما سجلت خمس وفيات ونصف عدد الإصابات سجل في مدينة سبها والمناطق المجاورة لها في غضون الأسبوعين الماضيين ترجمة نانسي قنقر